عن هذا الأمر معنا مراسلنا من بنغازي عبدالعزيز الفاخري الفاخري أهلا بك إذن تم اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا حدثنا عن التفاصيل وعن الآلية التي تم على أساسها الاختيار نعم مساء الخير بداية عند الساعة الثانية عشر من ظهر هذا اليوم بالتحديد تم الإعلان رسميا عن النتيجة النهائية لألية التصويت أو التصويت الذي ابتدأ يوم أمس بالتحديد عن الساعة العاشرة صباحا انتهى قبل حوالي ربما أربع ساعات فقط من الآن وبواقع ربما الفرز الأخير الآن 73% من أعضاء فريق الحوار السياسي قد صوتوا بالإجاب أو بالقبول على الألية التي اخترتها اللجنة الاستشارية أو قامت اللجنة الاستشارية بعرضها على أعضاء فريق الحوار السياسي نذكر بأن عدد المصوتين على قرار اختيار الألية الأنسب لاختيار السلطات التنفيذية المرتقبة العدد الكل الذي وافق أو قام بالقبول على هذه الألية هم 51 عضوا وكذلك 19 رفضوا الألية بينما اثنين امتنعا وكذلك غياب اثنين من أعضاء فريق الحوار السياسي إذن الآن هذه الألية التي تم اعتمادها بشكل مباشر والآن تحصلت على نسبة 73% وهي النسبة أكثر من النسبة المطلوبة التي كان من المفترض أن تتوفر لتمرير ألية اختيار من سوف يكون في المجلس الرئاسي عضوياته أو رئاسته وكذلك رئاسة الحكومة المرتقبة النتيجة كانت المطلوبة 63% مما يجعلها الآن ربما غير قابلة للطعن أو للتشكيك كما أردفت عضو اللجنة الاستشارية المنبثقة عن فريق الحوار السياسي النائبة السلطنة المصمارية أيضا قبل قليل كان هناك بيان البعثة الأممية وحيت فيه أعضاء فريق الحوار السياسي وربما الآن الخطوة القادمة كما أفادنا أحد أعضاء فريق الحوار السياسي والذي بطبيعة الحال رفض الكشف عن هويته وأن نذكر اسمه على وسائل الإعلام فقد ذكر لنا بأن خلال اليومين القادمين سوف يتم تشكيل لجنة من قبل أعضاء فريق الحوار السياسي للإشراف الآن على الخطوة القادمة ويمسألة طرح الأسماء والمرشحين لتولي المناصب في الهياكل التسرية القادمة ربما الآن نترقب الأسماء التي سوف تطرح ويتم تدولها للترشيح بعد ذلك في جلسة عامة لكامل أعضاء فريق الحوار السياسي عبد العزيز الفاخري مراسلنا من بنغازي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا